نقاس من الميادين وفي نقاس اليوم مقتل جندي إسرائيلي في عملية تنهير رابعة في الضفة خلال 24 ساعة المقاومة تربك الاحتلال فأي مآلت شيخ عشائر عربية في دير الزور يدعونا إلى مواجهة قصد ووضع حد لتجاوزاتها إلى أين يتجه الصراع رئيس البلومان اللبناني يدعو الكتلا إلى حوار لأسبوع لانتخاب رئيس وتمديد لمهمة اليونيفل في الجنوب بعد محاولة فرضه تحت البند السابع مرحبا بكم من نابلس إلى رامالله الضفة الغربية تفاجئ الاحتلال الإسرائيلي وتسقط ما تبقى من ردعه وتضيق خياراته في التعامل مع تمدد المقاومة وتصاعد قدراتها فقد قتل جندي إسرائيلي وأصيب ستة آخرون في عملية فدائية هي الرابعة في أقل من 24 ساعة في الضفة الغربية نسرين سلمي غليان في الضفة الغربية ينذر بتصاعد موجة المقاومة التي باتت تتخذ أشكالا أكثر تنظيما ودقة جندي قتل وأصيب ستة آخرون أحدهم في حال الخطر بعملية على حاجز بيتسيرا غرب رامالله هي العملية الرابعة في أقل من 24 ساعة سبقها تفجير عبوة ناسفة في مجموعة من الجنود المشات في نابلس أدت إلى إصابة ضابط وجنديين بجراح أثناء تأمينهم اقتحام المستوطنين قبر يوسف يعتبر ذلك فشلا ذريعا سياسيا وأمنيا لنتنياهو وبالذات لشخص بنكفير الذي تعودنا أن نستمع منه لإطلاق الشعارات الجوفاء التي لم تعد تقنع المجتمع الإسرائيلي لذلك الفشل يعتبر فشلا مضاعفا لهذه العكومة قوات الاحتلال التي أعننت تعزيز وجودها في الضفة الغربية بكتائبة تضاف لإحتى وعشرين كتيبة تعمل أصلا في الميدان اقتحمت مسقط رأس منفذ عملية بيتسيرا فيما تواصلت تهديدات وزراء اليمين بمزيد من الاعتداءات على الفلسطينيين نهاية الأمر يندرج في إطار الحرب الشاملة وفي إطار محاولة كسئردة شعبنا الفلسطيني وفرض الإقابة الجماعية على شعبنا الفلسطيني لذلك مسؤولية مضاعفة اليوم أمام كل شعبنا الفلسطيني الذي يؤكد على تمسكه بالمقاومة والكفاح والنضال الفصائل الفلسطينية أكدت في بيانات لها أن عمليات المقاومة في الضفة تتصاعد ردا على اعتداءات الاحتلال كل ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية يذهب باتجاه تصعيد الأمور على كافة من ناحي الحياة عمليات هدم المنازل عمليات القتل عمليات الاقتحامات وعمليات الاعتقالات كلها ربما لبث رسالة تقول أن هذه الحكومة ستعمل على جلب الأمن للمستوطنين كان هذا شعارها الانتخابي لكنها هي الآن متهمة من قبل المستوطنين أولا وباقي الإسرائيليين بأنها فشلت في توفير الأمن لهم ورغم أن عمليات المقاومة ليست وليدة اللحظة شهد العام الحالي نقلة في نوعية العمليات وتنظيمها ما بات يقلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ويزيد من الانتقادات الموجهة لها خصوصا من اليمين المتطرف لا حلول سحرية لدى الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليات المقاومة فعمليات الاعتقال والاغتيال لن تعني إلا تصعيدا للمقاومة وربما أن الأوان لإسرائيل لتغيير نهجها مع الفلسطينيين والتفكير بإعطائهم حقوقهم نسر سلمي رام الله الميادين من جنين ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي سيد محمد جردات مرحبا بكم سيد جردات ما الذي أرسته عمليات المقاومة بين ليل أو فجر الأمس أو فجر اليوم وعمليات اليوم بين نابلوس العبوات تفجير عبوات وأيضا دخول رام الله بمعنى قوي بين خلال عملية الدهس التي أدت لقتل جندي وإصابة آخرين ما الذي أرسته في مسار تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية أي مرحلة نحن فيها تحياتي لك ولمتابعي قناة الميادين هذا الفعل المقاوم هذا التصاعد في المواجهة في الضفة الغربية وهي أصلا منذ عامين منذ نفق الحرية الذي نقف الآن على أبوابه في هذا الأسبوع عامين على نفق الحرية تدحجت الأمور من جنين من جلبوع من خلف الأسر من تحت الأرض نفق في جلبوع أصبح الآن صداه يتردد في رامالله في الخليل في طول كرم والحدث الكبير بالأمس في نابلس لم تعود القضية هنا في جنين كما حاول الاحتلال أن يقول أن المشكلة في مخيم جنين أصبح الحديث الآن عن مقاوم فلسطيني يخرج من بيته ليس له ماض أمني بحسب التعبير الإسرائيلي لكي يدهس الجنود على حاجز يطلقون عليه مكابيم حاجز بيت سيرة هذا الشاب الذي تعرض للاعتداء قبل أسبوع على حاجز قريب من هذا الحاجز أراد أن يرسل رسالته الشخصية كمواطن فلسطيني لذلك الخيارات أمام ما أرسته هذه الموجة المتصاعدة خيارات الإسرائيل تبدو محدودة ضيقة وبالتالي فإن المشهد الذي نقف أمامه اليوم مشهد أثبت أن الحالة الجهادية حالة المواجهة الميدانية في الضفة الغربية وصلت إلى حالة من الثبات ووصلت إلى حالة من الامتداد على كامل مشهد الضفة الغربية وليس فقط في جنين أو شمال الضفة الغربية بما يؤكد أن الشعب الفلسطيني يبدو أن هذا الجيل وحتى هذا الذي نتنفذ عملية بيتسيرا ويبلغ من العمر 41 عاما أيضا لم يعد الأمر مقتصرا على الفتية فتية العقدين من الزمن بما يؤكد أن الحالة مرتبطة بالمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية المتصاعدة ما يكون به سموتريتش وبن جفير ما يكون به نتنياهو من اعتداءات ووحشية يتعرض لها الفلسطيني حيثما ذهب هذه الحواجز لماذا هذا الحاجز بالأساس يقام على أرض أرض بيتسيرا أرض رامالله لماذا الاقتحام في نابلس بالأمس لماذا هؤلاء المستوطنون بالمئات يدخلون إلى ما يطلقون عليه ويزعمون أنه قبر يوسف المشهد بأمته استفزاز إسرائيل متصاعد هناك معركة حقيقية يكون بها الاحتلال في الضفة الغربية والفلسطيني ليس أمامه خيار إلا مواجهة هذا الاعتداء لذا المشهد المشهد الراهن يقود إلى حالة من ثبات المواجهة وبالتالي الإسرائيل ليس عليه إلا ما كما تفضلت مراسلتكم من سلمي إلا أن يعود ليفكر كيف يرفع هذه الوحشية عن رقبة الفلسطيني سنبحث ربما بالخيارات وإن كان من بينها هذا الخيار علما أن لا تبدو هذه الحكومة الأكثر يمنية راديكالية والتي أيضا نسمع أصوات منها تطالب بالمزيد أيضا من تجديد القبضة الأمنية أو حتى تصعيد الاستيطان لكن نريد أن أفهم الاستراتيجية التي تعمل من خلالها هذه المقاومة المتصاعدة تزخيم يعني أربع عمليات في أقل من 24 ساعة الجغرافية التي أيضا تتسع رام الله كعنوان كيف يمكن قراءته والدقة في العمليات واختيارها بطريقة موجعة أيضا للاحتلال هذه الاستراتيجية كيف يمكن أن نفهمها بالنظر إلى خصوصية واقع الضفة لعمل المقاومة عندما تنفج كنبلة أو اثنتين في نابلس بما شاهدناه بالأمس في وحدة راجلة من قوات إيغوز وحدة النخبة في لواء القوات الخاصة الإسرائيلية قائد فصيل في إيغوز وجنوده سمع صراخهم سمعه العالم أجمع بالأمس هذا المشهد بالفعل يعكس استراتيجية حقيقية تتنامى حالة من الإبداع المقاوم شهدته نابلس ضمن الاحتلال وضمن من يعاونها أن الموجة في نابلس انحسرت وأنه بالقضاء على عين الأسود لن يتبقى في نابلس من يواجه هذا الاحتلال لكن أبناء العين العين وكتيبة نابلس في سرايا الكدس أثبتوا بالأمس في بلاطة وفي كل أحياء نابلس أن نابلس ما زالت كما عهدناها جبلا للنار هذا المشهد يعكس استراتيجية تتنامى من حيث التقنية التنفيذ لم يعد الأمر يقتصر على حالة من العشوائية أو حالة من ما يعتبره الإسرائيلي حالة من العبثية أو العفوية بالعكس عندما هذا الشاب في بيت سيرا أراد أن ينفذ هجومه اليوم هذا الصباح في الحاجز قال الإسرائيليون أنه لإسبوع كامل وهو يتردد على هذا الحاجز ويخطط على ما يبدو لكي ينفذ عمليته في وقت لا يتم فيه إيذاء مواطنين فلسطينيين ولا يتم فيه إيذاء مدنيين صغار أو كبار في السن وإنما يكون بدأس جنود إسرائيليون يقومون على هذا الحاجز بإيذاء الفلسطينيين لذلك حاول الإسرائيلي بداية أن يقول أن القتل مدنيين إسرائيليين ثم عاد واعترف أن القتل جندي إسرائيلي والمصابون بالجراح خطيرة أو ما قال بعضها طفيفة إنهم جميعا من الجنود لذلك الاستراتيجية الفلسطينية في الضفة الغربية تذهب باتجاهين اتجاه التصاعد والامتداد على مستوى كامل الضفة والاتجاه الثاني الانتقال من الأسلوب البسيط إلى الأسلوب الإبداعي الذي يفاجئ الإسرائيلي ويجعل خياراته محدودة في محاولة احتواء تنامي هذه الموجة ولذلك رأينا أن ما جرى بالأمس واليوم جعل الأربك الإسرائيلي بحق وجعله يجتمع اليوم بكامل هيئته الأمنية وحتى المستشارة القضائية بما يلفت النظر أيضا اتمار بن كفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي وعادة لا يتم ربما إشراكه أيضا دعية إلى هذا النقاش لكن ما الذي تملكه إسرائيل من خيارات في مواجهة هذه المقاومة المتصاعدة وقد استنفذت حتى الآن كل خياراتها بمعنى تجديد القبضة الأمنية بشكل حديدي كما يتم توصيفها يعني في 21 كتيبة وتوضع على أنه يعني ضمن رقم قياسي لم نراه في الضفة يعمل مباشرة بشكل ميداني منذ أكثر من 15 عاما ونتحدث عن مئات الحواجز وبيتسيرا واحدة من الحواجز التي تم استهدافها في رام الله وقتل هذا الجندي وأصيب آخرون ما الخيارات التي يمكن أن يقوم بها بن يمين نتنياهو وحكومته بالنظر إلى استنفاذ مثل هكذا خيارات أمنية وفشل سيناريو العمليات الواسعة كما جرى في جنين وشهدنا المقاومة وبأس جنين يمنع أن يكون هناك أي تحقيق لمثل هكذا اقتحامات أو اجتياحات واسعة كلنا يعلم أنه منذ معاركة بأس جنين والتي أطلق عليها النتنياهو وفريقه البيت والحديقة كانت المقاومة غالبا في جنين دفاعية في مواجهة الهجمات الوحشية بعد بأس جنين خرج كامل أبو بكر أحد المطاردين والمتحصنين في المخيم وذهب إلى تل أبيب وقام بعمليتها التي قتل فيها ضابط في الحراسة هناك في قلب تل أبيب وجرح آخرين المشهد الآن بعد فشل الاجتياحات في الضفة الغربية كان نتنياهو قد أعلى قوسه ووسع أهدافه قبل أسبوعين أو أكثر وبدأ يزبد ويرغي باتجاه الغزة ولبنان ويريد أن يقتال النخالة والعجوري والعاوري ويوسع قائمة أهدافه ربما ليمارس نوعا من الضغط وليخلط الأوراق ويتهم إيران هنا وهناك ولكن هو الكل يعلم أن المشكلة في الضفة الغربية وأن مشروع الاستطان الكبير الذي أعلن عنه وتم تسليمه لسموتريتش لينفذه هنا في الضفة الغربية أنه يقف عاجزا أمام تصاعد موجة المقاومة في الضفة الغربية لذا تبدو الخيارات محدودة وخلط الأوراق والحديث عن مزيد الإغتيال كما تحدث اليوم جالينت أراد اليوم مزيد الحرب أن يقول أن الذين أرسلوا والذين يساعدوا الكل سيدفع الثمن وسنصل للجميع يريد أن يعيد أيضا الأمور للضغط على الساحة اللبنانية وساحة غزة وربما أيضا الضغط على إيران لكن كلنا يعلم أن الإيراني وزير خارجية متفكون على أن ما أشار له المرشد الثورة من ضرورة دعم الضفة الغربية هي سياسة استراتيجية وأن محاولة أيضا الزعم اليوم أن هناك أعياد إسرائيلية كما يقولون وأن إسرائيل تحذر مواطنيها في الخارج من أن هناك محاولات لخطف إسرائيليين وهذا الكلام كله لن يؤدي إلى نتيجة هنا في الضفة الغربية هنا هجوم استيطاني وهنا بالتأكيد الفلسطينيون ليس أمامهم خيار إلا أن يدافعوا عن أنفسهم والإسرائيلي سواء وسع بكاره أو ضيقه سواء شن مزيد من الهجمات في الضفة الغربية وسعها أدخل مزيد من الكتائب 21 كتيبي 23 30 بالتالي هذه السور واقي 1 2 كل هذه المسميات التي يطالب بها بن جفير وبن جفير اليوم عندما يشارك في الكرياء وفي هذا التقييم الأمن الذي يعقد اليوم ماذا سيقدم بن جفير بن جفير مفصول أصلا من الجيش الإسرائيلي منذ كان عمره 18 عاما الجيش نفسه فصله ما هي الأفكار الأمنية الخلابة التي يمكن أن يقدمها بن جفير لهذا الاجتماع الموسع بالتأكيد إضافة بن جفير للاجتماع هي رسالة سياسية يقول لتنياهو للعالم أنه سيستمع لهؤلاء الصبية المتطرفين الذين يضمهم في اتلافه اليميني وأنه سيقدم على عمليات كبيرة نعم وقد يلجأ أي تأثيرات سيد جرادات يمكن أن نراها لمفهوم تزخيم هذه العمليات الوثيرة المتسارعة يعني اختيار أهداف موجعة بالنسبة لإحتلال تثبت الفشل الأمني وحتى بالنسبة لخياراته بهذا المجال كنا استمعنا الشيخ صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في لقائه مع الميادين تحدث وقد أشرنا لخصوصية عمل المقاومة في الضفة لا تستطيع أن تكون وفق هذه الظروف كما المقاومة في قطاع غزة لكنه أشار لضرورة أن تكون هناك فيه وطيرة متسارعة وتوسيع المدى الجغرافي أو الإطار الجغرافي لتلك العمليات في الضفة وبتالي إذا شهدنا مسارا متسارعا وتسخيما بهذا الشكل وتوسيع الخيارات والأدوات للمقاومة أي تأثيرات يمكن أن نراها مباشرة على الأرض الميدان يغلى بالفعل كما تفضل الشيخ صالح العاوي وهذا الغليان يأخذ بعدة اتجاهات عمودية وأفقية وحالة الثبات نعم حصلت والتطورات تؤدي إلى مزيد من الفعل ورد الفعل لأن هذه معركة من قبل طرفين لا يمكن لأحدهما أن يستسلم الإسرائيلي لا يمكن أن يستسلم بالتأكيد ضمن هذه الموجة إلا أن يعطي مزيد من الوقت للسلطة الفلسطينية أو يستمع للأمريكي للخيارات الدبلوماسية والسياسية ربما ووفد مصر إضافي يذهب إلى بيعوت أو إلى غزة ربما هذه الأمور التي يتلاعبون بها بالتأكيد هي خيارات محدودة الأفق والميدان في الضفة الغربية في حال استمرت هذه الموجة ويبدو أنها تستمر وتتصاعد وفي حال أن الإسرائيلي بقي عاجزا عن أن يوجه لأنه بالتالي الإسرائيلي لا يوجد هنا أنوية محددة ليستطيع أن يقتلعها أو أن يصفي حسابه معها هذا الذي هاجم الشاب بالبطل الذي هاجم اليوم حاجز بيت سيراء كما قالوا ليس له ماضي أمني بحسب تعبيرهم وبالتالي مع من ستنفذ ضد من ستنفذ هذه الهجمات في حال اتساعها في الضفة الغربية وعندما نتحدث عن رمالة نتحدث عن منطقة هي الأقل بشكل عام تشهد حالة من غليان ولكنها منطقة مزدحمة بالمستوطنين لذا المشهد بالتأكيد نتنياهو ربما يأخذه بعيدا عن الضفة الغربية إلى مناطق أخرى ربما يلجأ لاغتيالات من قيادات وسط وليس بالضرورة قيادات عليا ربما يلجأ إلى بعض العملاء لينفذوا بعض هذه الاغتيالات في القيادة الوسطى للمقاومة هنا أو هناك ربما يذهب إلى ماليزيا يذهب إلى بعض الدول البعيدة ربما يغتال في الدول أخرى هذه الخيارات كلها الآن يتدارسها بحسب بنك الأهداف البنك الأهداف ما يتوفر من معلومات أمنية سيكون هو الحاسم باتجاه القرارات سواء ما يوفره الموساد أو الشباك هو الذي سينتج عنه ما سيتمخض عنه اجتماع المجلس أو التقييم الأمني الإسرائيلي هذه الليلة والحالة المتصاعدة هذه الأيام القادمة والأسابيع بالتأكيد ستشهد مزيد من التصاعد الإسرائيلي لن يتوقف والفلسطيني يدافع عن نفسه كما نشاهد وعندما حصل في نابلس الحدث بالأمس لم يحصل في تل أبيب ولا في حيفا وإنما هو في قلب نابلس والحادث في بيتسيرا حدث في رامالله لذلك العالم كله يشاهد الأمريكي جماعته أيضا يتابع الحدث ويرى ما يجري والسلطة الفلسطينية التي كان لها دور سلبي في طول كرم كما رأينا والضحية التي سقطت للشهيد الذي تم قتله هذه الأحداث بالتأكيد مؤسفة ومحزنة والسلطة ستتابع ستراجئ خياراتها بعد هذا التطور الذي حدث أمس واليوم شكرا جزيلا لك سيد محمد جرادات الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا كنت معنا من جنين في أرضنا المحتلة فلسطين تتغير صورة الاشتباكات شمال دير الزور في ظل إصدار وجهاء وشيوخ عشائر عربية بيانات دعت إلى مواجهة قصد وضع حد لتجاوزاتها ضد العرب من أبناء العشائر فالصراع يتحول إلى مواجهة بين مقاتل العشائر أو حدات حماية الشعب الكردية ما قد يدخل المنطقة في أتون حرب عربية كردية رضا الباشا تتدحرج كرة النار في رفدير الزور الشمالي ترتفع وطرة الاشتباكات بين أبناء العشائر العربية ومسلحي قصد بقيادة وحدة حماية الشعب الكردية والأسائش تساقطت مقرة قصد في القرى والبلدات اشتباكات على مدار الساعة في ظل بيانات وجهاء عشائر عربية تتزايد ما يرجح كفة توسع دائرة الصراع إن العمليات العنصرية التي قامت بها عصابات قصد في دير الزور والتي تم فيها تصفية كل أشكال النشاط العربي جاءت بأمر من حزب العمال الكردستاني بككيه تعزيزات عسكرية تدفع بها قصد إلى حقل العمر النفطي قابلها حجد مقاتل العشائر أبناءهم في منطقة باتت قصد تتهم فيها بقتل العربي واستباحة قرىهم قتلوا العشائر وحاصروا العوائل بالحسكة وأحرقوا عوائل بالعزبة فهذا الشيء نطالب ونحمل المسؤولية للتحالف يحاسم كوادر قصد والمعنيين بكوادر قصد وأشعلوا هذه الفتنة بالخط مظلوم عبدي وسيامن مطالب ومسؤوليات يحملها أبناء المنطقة لواشنطن فالأخيرة تلتزم صمتا أمام تصعيد قصد ضدهم أعتقد بأن كل البيانات التي صدرت سواء من بعض المشايخ في شرق الفرات أو مجلس شورى عشيرة العقيدات في غرب الفرات كلها تؤيد أحمد الخبيل ولكنها أظن أنها لن تقلب موازين القوى تحرك شخصية عشائرية عربية ينقل الصراع شمال دير الزور من انشقاقات في هيكلية قصد إلى مواجهة مع العشائر العربية في المنطقة دخول مقاتلي العشائر على خط الصراع في مواجهة مسلحي قصد شرق سوريا وفي شمال دير الزور ينذر بإدخال المنطقة في أتون فتنة عربية كردية قد تحرق المنطقة برمتها رضا الباشا حلب الميادين لنقاش هذا الملف معنا من دماشق الكاتب والمحل السياسي سيد بشار طعمة مرحبا بكم سيد طعمة ما نسمعه من تصريحات ومواقف للعشائر أو جهاء عشائر في شمال شرق سوريا يضع الأزمة الآن أو خلفياتها أوسع وتتعدى اللقاء القبض على أبو خاولة أحمد الغبيل نحن نحن نتحدث الأمر يبدو في تراكمات في سيطرة قصد على المنطقة التعديات ونحن نتحدث عن عشرات الآن من القتلى في هذا الاقتتال وهذا الاشتباك ومحاصرة أيضا للسكان في مدينة الحسكة وبالتالي ما تقييم ما يجري الآن طالما تتسع الخلفية وما المآلات التي يمكن أن نراها في هذه المنطقة الاستراتيجية الغاية في الأهمية عزيزتي عندما نتحدث على هذا المشهد بالشكل العام بالخطوط العريضة هو اقتتال داخلي بين أدوات الولايات المتحدة الأمريكية سواء انقصد مجموعات انفصالية أو مع بعض المكون العشائري تقاسم مصالح تقاسم نفوذ لكن عندما نغوص في تفاصيل هذا المشهد له تداعيات وله رؤى يجب قراءتها بشكل جيد أولا هذا الاقتتال حسب رأي هو اقتتال مصنوع من قبل المشغل الأساسي هو الولايات المتحدة الأمريكية لعادة انتاج مخرج جديد في المنطقة بعدما فشلت قصد وأدواتها في تحقيق بعض المشاريع وبعض المطالب للولايات المتحدة الأمريكية هناك لهذا المنتج عدة أمور وعدة رؤى جديدة يجب قراءتها أولا كان هناك بالون اختبار قدمته الولايات المتحدة منذ فترة عبر وسائل الإعلام وعبر متحدثين عن التسكير أو أغلاق الحدود السورية العراقية وجاء الرد بشكل مباشر من أعلى المناصب في المحور المقاومة وأن يكون هذا الرد سريع وأنه هذا الشيء مرفوض وسوف يواجه بمعركة قوية النقطة الثانية الهامة وهي موضوع التقارب التركي الأمريكي في الملف التقارب سوف يؤدي إلى مخرج ضعاف قصد وأدوات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة من ثم النقطة الثالثة قصد صحيح أنها حققت بعض المطالب وبعض رؤى المشروع الأمريكي في الشمال الشرق السوري من حرمان الدولة السورية والشعب السوري من موارد الذاتية في ظل هذا الحصار الخانق الاقتصادي لكنها فشلت في تحقيق الهدف محور المقامة واغلاق محور أو منفذ البري القائم البوكمال إذن هناك نقاط عديدة يجب الغوص في هذا الموضوع ليس فقط تصوير اقتال بين العشائر العربية لأن بعض العشائر وأنت أيضا أدرى وجهائها هم في ميالين للدولة السورية في ولاء مباشر في وصل مباشر نحن لا تحدث فقط عن عشائر عربية بعض مكوناتها أو من ينتمون إليها لديهم مشاكل مع قصد المشهد أوسع من ذلك فيما نشاهده من من يصرحون موجهاء العشائر ويبرز ربما بعض الأصوات التي كانت مغيبة والآن من خلال ما جرى وهذا الاقتتال تظهر لذلك نسأل عن المآلات أو التداعيات خصوصا إن كان على مستقبل قصد أو حتى على واقع الاحتلال الأمريكي الذي ينتهج من تلك المنطقة منطقة استراتيجية ويضع قواعد في المناطق القريبة من الآبار النفطية وبالتالي الأمر لا يرتبط فقط كما وصفته وهنا نسأل بالأدوات والاقتتال فيما بينها للتحالف وعلى رأس البيت المتحدة الأمريكية التحالف الدولي وإنما أيضا أصوات العشائر العربية لك كانت مغيبة والآن وجدت في هذه في مشهد الحالي إمكانية لإيصال الصوت والتأثير ربما بشكل مباشر كيف يمكن لدمشق أن تستفيد من هكذا حالة بالنظر لتطورات الأمور هذا هو السؤال الجوهري هذا هو السؤال الأهم كيف نستفيد من هذا المشهد نحن قمنا بتوصيف ما يجري وقراءته والغوص فيه لكن كيف نستفيد تعيني أتحدث وبكل صراحة وأنا أنتمي لهذه المنطقة العشاء العربية قسم كبير يتفق مع الدولة السورية مع هويتها الوطنية وقسم بسيط غرر فيه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها لكن العشاء العربية بالمجمع بالشكل الجمعي ليس لديها مشروع انفصالي حاربت منذ التاريخ جميع احتلالات سواء فرنسي سواء أمريكي حتى تركي وأدواته كيف نستفيد من هذا الموضوع الموضوع الأساسي هو كيفية بلورة هذه الحالة ودعم دعمها لجعلها مقاومة شعبية حقيقية في هذه المنطقة الهامة لطرد المشروع الأمريكي لطرد أدواته وقصد وغيرها هذا الموضوع هو الموضوع الأهم كيفية الاستفادة من هذه الحالة الرفضية في منطقة الجزيرة السورية كيفية إنشاء مقاومة شعبية حقيقية مقيمة لها أدواتها ولها مشروعها الكامل شهدنا لها بعض المشاريع وبعض الأدوات التي قامت بها هذه المقاومة لكن تحتاج إلى تطوير أدواتها من هذا الموضوع كيفية خلق الفرصة من هذه الأزمة قصد الرهان دائما هو رهان خاطئ أنها سوف تكون لها حوار أو قد تنتمي أو تعود إلى الدولة السورية من يراهن على قصد بهذا الموضوع هو رهان خاطئ الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يعرف الجميع بهذه المنطقة ورسالتي لأهلي وأبناء بلدتي في هذه المنطقة الولايات المتحدة ليس لديها مصالح عزيزي ليس لها حلفاء الولايات المتحدة لها أدوات ومصلحة محددة عندما تنتهي هذا المصلحة سوف تضرب هذه الأدوات إذا الحل بدعم الهوية السورية بدعم الرؤى السورية كيفية خلق شيء مكون جديد أو منتج جديد لطرد هذا المشروع الكبير في ظل هذه الحاجة اليوم الماسة لنا ليس فقط سوريا كمحور مقاومة اليوم أحد الحروب التي نخوضها هي حروب اقتصادية فأحد الأمور التي نحتاجها في هذه الحرب هي جزيرة سورية كونها سلة سوريا النفطية سلة سوريا الزراعية فهذه الأمور كيف نؤسس كيف نستطيع خدمة هذا الموضوع وتأطير هذا الموضوع لدعم ما يسمى المقاومة الشعبية التي هي الحل الوحيد في هذا المشهدية بشكل عام سيد طعمة نشهد اتساع جغرافي ونتحدث عن عشائر عربية لديها عمق وانتماء وطني وأصيل بسوريا بوحدتها وأيضا بانتمائها لسوريا الدولة والقيادة في دمشق وظهرت هذه الأصوات من خلال هذا الاقتتال الذي جرى بين المجلس العسكري دار الزور بعد القبض على قائده أبو خولة ومن معه وقصد وبالتالي نتحدث عن إمكانية الاستفادة لإيصال حقيقة الانتماء لتلك المنطقة أي سيناريوهات يمكن أن نراها انطلاقة من الحيتيات وظروف والخلفية التي تفضلت بطرحها إذا ما استمر هذا الاقتتال واتسع أي أوراق تملكها الولايات المتحدة الأمريكية وهل الأمر قابل للتسوية الأمر اليوم هو صفيح ساخن في هذه المنطقة اليوم المنطقة تغلي العشاء العربية اتخذت قرارها بطرد المحتل وطرد قصد وطرد دواعش الصفر من هذه المنطقة لكن المهم اليوم أننا نعي تماما أن أحد هداف هذا المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة هو تغيير دموغرافي محو الطبيعة العربية وطبيعة العشاء العربية في هذه المنطقة حتى ضرب شيوخ العشاء الذين كانوا دائما ينادون بوحدة سوريا وهوية سوريا ومقاومة أي احتلال هذا المشروع كان أحد أهدافه محو هذه الهوية تغيير دموغرافي العشاء العربية جعل السواد العظم هو من المنتسبين والداعمين للمشروع الأمريكي هذا الموضوع اليوم مرفض بشكل كامل اليوم هناك حالة قوية شعبية من العشاء العقيدات وعشاء البقارة وعشاء الجبور الذين يرفضون أي تقارب وأي تسوية هذا الرفض كيف ينتج وكيف ينتج تسوغ الدولة السورية ومحور المقاومة دائما كان الهدف هو ضرب هذا المحور عن طريق هذه المنطقة الجغرافية الهامة سواء اقتصاديا وسواء حتى منع الهدف الأساسي هو معبر القائم وجعل العشاء العربية وقصد هي الشوكة في ظهر وفي قلب السوريين والمحور المقاومة لمنع أي دعم من إيران إلى عراق إلى سوريا وصولا إلى لبنان هذا اليوم أصبح المحور اليوم بدأ يتبلور اليوم المحور يحتاج أيضا لبلورة أدواته الاقتصادية لأن اليوم أحد الحروب التي نخوضها هي حرب اقتصادية ومن أهم الجغرافيات هي جغرافة الجزيرة السورية شكرا جزيلا لك سيد بشار طعم الكاتب والمحل السياسي ضيفنا من العاصمة دمشق نقاش مستمر ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا تفضلوا رجعا بالمقائم معنا نقاش من الميادين أهلا بكم الجديد وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اللحظة السياسية التي يعيشها لبنان بالخطرة وخلال كلمته له في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر دعا الكتلا إلى حوار لأسبوع الانتخاب رئيس للجمهورية إن هذا الاستحقاق لا ينجز ولا يتم بتعطيل أعمال المؤسسات الدستورية وشل أدوارها لا سيجمع عمل السلطتين التنفيذية كسلطة تصريف الأعمال بالحدود الضيقة لما نص عليه الدستور اللبناني ولا يكون بشل عمل السلطة التشريعية التي لها الحق أن تشرع في كل الأحوال وهي ضرورة قصبة مجددا وللمرة الأخيرة أقول تعالوا في شهر أيلول تعالوا في شهر أيلول لحوار في مجلس النيابي لرؤساء وممثلي الكتل النيابية لمدة حدها الأقصى سبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات مفتوحة ومتتالية حتى يقضي الله أمر كان مفعولا ونحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية بالرقال أن الاستحقاق الرئاسي كان يجب أن ينجز بالأمس قبل اليوم واليوم قبل الغد وأكد أن هذا الاستحقاق لا يتم بفرض مرشح أو بوضع فيتوات على آخر لا بد من المصارحة لتصويب مصاري بعض الأطراف في الداخل وتحديدا لفريق الوشات الذي يسير خطوط الترانزيت جوية عابرة القارات باتجاه عواصم القرار في أوروبا وأمريكا ويسكر مجموعات ضغط في أكثر من عاصمة تخريضا وتشويها أقول لهؤلاء الوشات إنكم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو النبي بري ولا من هي حركة أمد أنصحكم أن توفروا أموال الترانزيت والأكلاف على الإقامة في الفنادق الفاخرة وعلى شراء الدمم في مراكز النفوذ في تلك العواصم أنتو غلطانين بالنمراء خلطوا بغراء المسل لا يا أيها السادة ليس بهذه الطريقة ليس بهذه الطريقة ولا بهذه الأساليب ينجز الاستحقاق السيادي الأول والأهم في لبنان ونؤكد أن هذا الاستحقاق لا يتم بفرض مرشح أو بوضع ضيطوهات على مرشح في نقاش معنا هنا في الستيديو الخبير في الشؤون السياسية دكتور وسين بازي مرحبا بك في كلمته اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري وضع موقعا أوضح لواقع أزمة الشغور الرئاسي ووضع أيضا في مقابله قدرة على الحل أي تغيير يمكن أن نراه من خلال مقاله الرئيس نبيه بري ما أهمية مطرحه لا سيما لجهة موضوع الحوار أولا تحية لحضرتك ستراميا ولبشاهدي الميادين يعني حينما يقدم الرئيس نبيه بري مبادرة متكاملة الأبعاد من منصة الإمام الصدر وبظل هذا الحشد الهائل وبقلب مدينة بيروت هو يحاول أن يعطي لهذا الطرح بعد الوطن المتكامل أولا هو اختار التوقيت تحدث عن أيلول وبالتالي حدد الشهر اثنين تحدث عن أسبوع حينما أعطى مهلي للحوار العنصر الثاني العنصر الثالث المربوط بالعنصرين بعد الأسبوع الحوار جلسات تتابعية وهذه فيها رسالة للبطرك ولكل النخب المسيحية اللي بتقول روحوا طبقوا الدستور وابقوا بمجلس النواب لتنتخبوا رئيس لكن التحدي بمبادرة الرئيس بري غير أنه يتصرف من موقع المبادر اتنين يسطبق مجيء لدريان من حيث التوقيت السياسي ثلاث يرفع عن نفسه أي تهم بعدب السعي لتطبيق الدستور لكن يقوم باختبار لخصوم السياسيين وهو أن تكون لديهم الجرأة للحضور إلى أسبوع حوار وين الحوار ستراميا بمجلس النواب يعني بالمؤسس الدستوري الأم التي تنتخب الرئيس هذه الحيوية من خلال طرح هذه المبادرة برأيي أنا رح تعمل شيء بالسياسي بنسميه خلط أوراق وبالتالي كثر سيعيدون مراجعة موقفهم خاصة على ماذا تعتمد دكتور بي رأيك أنه سيكون هناك تعامل بالنسبة للكتل السياسية مختلف مع هذه المبادرة مع الإشارة لأنه رئيس برري قال أنه مجددا ولآخر مرة يطرح موضوع أنا مني مراهن إيجابا على تعاطي مختلف بيان الواحد وثلاثين واضح لكن في طرف مهم بأننا ننطر كيف بدوا يقارب الأمر هو الطيار الوطني الحر لأنه خارج استفاف الواحد وثلاثين هون بظل حوار حزب الله مع الطيار والنائب غسان عطلة كان موجود اليوم بالاحتفال ستراميا ويمكن هلأ النائب ألاعون أنا كنت على إحدى المحطات هو يريد أن يأتي من بعدي محطة لحركة أمل هاي المعاني على الأقل ترمي الحج على الطرف الآخر تعر المعرقل بشكل علني بتخلي لودريان والفرنسيين أكتر استشرافا لمقالات المرحلة المقبلة هون ما بدنا ننسى ستراميا أنه في عوامل إقليمية ودولية عم تدخل على الواقع اللبناني تصوري أنه عبد اللهيان وأمس على ببيروت في وقت واحد هاي دي صدفي لكن صدفي لها معاني أي دلالات ومعاني وخصوصا أنه عندما تحدث عن الخارج إن كان عن مستوى الإقليمي والدولي دكتور برز ما قاله الرئيس بري عندما تحدث أنه ملف انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان ليس عن طريق الوشاة الترانزيت إلى وعبر عواصم القرار يتم انتخاب رئيس للبنان وينجز الاستحقاق السيادي الأهم في البلاد هون في رسالة بالبريد المضمون أنا ما بخفيكي طوال الأشهر الماضية كان في طائرات خاصة طائرة لأحد النواب كانت تنقل زوار إلى بروكسل إلى ستوك هولم وتحديدا إلى واشنطن يمكن فيه عنوين مثل النزوح وغيرها كانت تطرح لكن إلى واشنطن بالذات الرئيس بري عنده معلومات تفصيلية من من النواب والكتل كان يخرد عليه يدفع باتجاه وضع عقوبات عليه كان الإعلام بالبلد يضج ستوضع عقوبات على الرئيس أول شي عم بفرج ثقة عم بمارس تحدي بعده مستقبل أمس بارح وعمل خلوي سبع دقايق هوية وشية من خارج الاجتماع هيدا بيثبت أنه الأمر كان وإن كانت لجنة الخارجية بمجلس شيوخ قد تطرح هكذا عنوين لكن للاستهلاك لأن القرار النهائي هو بالبيت الأبيض الوشات هن نواب باحثين بمراكز أبحاث لوبيات حكى عن لوبيات وحكى أنه عم بيسافر وروح ويجو المتابع بيعرف من يقصد الرئيس بري بهذه الرسالة كان ثابت يعني في الموقع وخصوصا للإشارة ربما لحجم الضغوط التي يتعرض لها وهذا أيضا مهم في الإشارة ما الذي تجده من وجود هوكستين وأيضا يعني عبداللهيان في مشهد المنطقة البارز فيه يعني هو توتر يعني بين الوات المتحدة الأمريكية وجمهورية الإسلامية فيها أولا بأنه بقدر ما هو لبنان ساحة مواجهة بين الكبار بقدر ما هو ساحة مساكنة ستراميا هذه المساكنة قد تكون سلبي لكن أحيانا قد تحدث فيها إيجابيات واحد من الإيجابيات هو المصار البحري اللي له علاءة بالثروة البحرية واللي يفترض خلال شهرين كحد أقصى يجب أن يعلن رسميا عن نتائج الحفر التي تشي بأن الأمر يتجه بنسبة عالية نحو إثبات وجود الثروة الأمر الثاني هون إيران أمريكا عبداللهيان جاي من لقاء طويل مع ولي العهد السعودي زار دمشق ثم بيروت فيه نوع من ملفات تتحرك بين إيران وأمريكا إطلاق المعتقلين وغيرها كلها هي بتثبت أن هذا اللبنان الصغير دائما مساحة اهتمام أساسية للكبار هذا سيدفعنا لتوسيع الأمر لقراءة فعلا تطورات المشهد في لبنان ما الذي تحمله سنذهب وإياك إلى ما جرى في جلسة مجلس الأمن اليوم والتمديد لمهمة اليونفيل حيث اعتمد مجلس الأمن القرار برقم 2695 يمدد عمل قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان يونفيل عاما كاملا تحت الفصل السادس من الميثاب لكنه يمنح في الوقت عينها القوات الدولية حق التنقل والتفتيش بحرية كاملة بدون تنصيق مع الجيش اللبناني نزار عبود لأول مرة يجدد مجلس الأمن الدولي عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونفيل من دون إجماع تام بامتناع كل من الصين وروسيا عن التصويت القرار نال 13 صوتا من أصلي 15 إن احترام سيادتي ووحدة أراضي الدولة المعنية شرط أساسي لعمليات حفظ السلام التعديل الأخير على مشروع القرار حذف الكثير من التحفظات التي تقدم بها لبنان طالبا تنسيقا وثيقا بين الجيش اللبناني ودوريات يونفيل التي تصل إلى 450 دورية يوميا يؤسفنا أن نص القرار لم يراعي روح التوافق الذي تم التوصل إليه مع الدولة الممسكة بملف لبنان في المفاوضات المبكرة الضغوط الغربية أدخلت تعديلات على النص النهائي للقرار بحيث تستعدي القوة الدولية الأهالي والجمعيات الأهلية العاملة في جنوب لبنان نعلم أن يونفيل لم تتمكن من دخول أماكن تتضمن مجموعة من المواقع المقلقة على امتداد الخط الأزرق وهذه تشمل حقول رماية غير شرعية ومواقع إطلاق صواريخ وأنفاقا لبنان رأى أن في لغة القرار الكثير من الإكراه رغم أنه هو الذي طلب وجود يونفيل ولم يفرض عليه ذلك إن قرار تجديد ولاية اليونفيل هو قرار يقع تحت الفصل السادس هو قرار وجد بمطلب لبناني ولم يفرض على لبنان فلماذا اللجوء إلى لغة تشبه إلى حد كبير القرارات التي تعتمد تحت الفصل السابع معظم الدول المؤيدة لهذا القرار برر الموقف بأنه لمنع وقوع انفجار الوضع في لبنان والمنطقة لكن الاحتكاك الذي قد يقع بين قوة يونفيل والأهالي بسببه قد يؤدي إلى وقوع انفجار يخرج عن السيطرة نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين دكتور نريد أن نقيم وإياك إن كان الأداء اللبناني وصولا ما سبق من حيثيات جرت في أروقة الدولية إلى قرار التمديد الإصرار على الصيغة الأمريكية أن لا يكون هناك تنصيق مع الجيش اللبناني في أداء اليونفيل في الجنوب بتنفيذ مهماته حية ستراميا يعني بقدر ما أنه وضع الدولي صعب فيه ترحل عندنا بالمؤسسات الإمكانات متواضعة وزير الخارجية قبل ما يروح كان عم بيطالب أنه بده صرف أموال لا يؤدد علما كانت الأموال مصروفة من فترة بقدر ما أنه نرأف بواقع هذه الدولة الصعب ونفهم موازين القوى الحقيقية التي حكمت التعاطي بقدر ما أنه لا فيه تقصير من وزارة الخارجية ومن بعثتنا هناك ومن الإدارة السياسية هذا ملف كان يجب أن تخاض معركة ستراميا من ست شهور وأن نحضر إلو بلوبينغ علاقاته تحديدا مع روسيا والصين لامتنعوا عن التصويت رغم مآخد روسيا على أداءنا طوال أشهر الحرب الأوكرانية منتوبة لبنان وصفت القرار بالمؤسف وتحدثت أنه وإن كان تحت الفصل السادس لكنه يحمل لغة الفصل السابع بالنظر إلى جملة المواد التي يبدو بأنها تظهر خارج حتى ولاية اليونفيل مطلوب من لبنان أن يقوم بها فيه اتفاقية اسمها اتفاقية صوفة لعام 1996 تحكم العلاقة بين اليونفيل والجيش اللبناني لا يجب الرجوع إلى مندرجاته والوفاء لإله سبب تصريحه لجان مراد ومهم تصريحه برأيه هو أنه الخيبي هي بعد أن أصبح المشروع باللون الأزرق وفرنسا قبلت بالتعديل اللبناني هناك سابقة بتاريخ مجلس الأمن لم تحدث حتى الآن بوجهوا الإماراتيين رسالة لفرنسا فرنسيين بيقبلوا التراجع وتتم إعادة الصياغة رغم اللون الأزرق هذا عن شو يعبر ستراميا أنه في إدارة أمريكية مستحكمة بخناق 13 صوت من أصل 15 الإمارات لم تكن لافت موقف الإمارات أقل فيما حكي أنه اليوم كانت أمام صيغة حتى تسحب موضوع التنصيق مع الحكومة يعني تريد تعديلا سحب هذا التعديل الإمارات يقيل بأنه بخلفية نقاش مع روسيا أو حتى الصين سحب التعديل بمعنى حتى صيغة التنصيق مع الحكومة التي جاءت في القرار كانت الإمارات تسعى إلى ذلك والآن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن أنه ونقلا عن مندوب إسرائيل أنه نجحت إسرائيل في تسخير الإمارات للتصويت صالح هذا عبدتقول وسائل الإعلام الإسرائيلي يبدو أنه في الأيام القادمة سيماط اللي ثام عن كثير من الأسرار عن كواليس ما جرى بكل أسف الأخوة العربية هون موضع تساؤل الحق اللبناني موضع تساؤل علما أنه اليوني فليب زيتا وهون فينا نحسم ستراميا هذا التعديل صار بالألف واثنان وعشرين سن الماضي لم تلتزم قوات الطوارئ ولو مرة واحدة رغم النص المساعد لإلا بأن تذهب لمهمة بدون الجيش اللبناني ليش؟ لأن المسألة ليست لها علاقة فقط بالمقاومة بل بالشعب شو قال سمحت السيد حسن نصر الله بإخل إطلالي قال الناس هي التي تمنع وكلام الرئيس بر اليوم يشكل مع كلام سمحت السيد حائط صد يجعل مسألة تحدي البيئة الحاظنة في منطقة جنوب النهر أمر خطير برأيي لا اليونيفيل ما التأثيرات التي يمكن أن نراها؟ لماذا تصر البيئة المتحدة الأمريكية أن لا يكون هناك تنصيق مع الجيش اللبناني؟ أي التأثيرات سنراها لتجاهل تحذيرات لبنان أن يعمل أو تعمل قوات اليونيفيل منفردة؟ يعني شوفي السخافة ستراما في جمعية بيئية اسمها أخضر بلا حدود خطة كونتينرات 12 أو 13 كونتينر على الخط الأزرق هني معتبرين أنه النوع من غطاء لوجود مسلحين أو مقاومة بيحكوا عن حقول رميه بالسلاح الفردي كانت تجري في منطقة جنوب أسباب واهية أما التداعيات أصلا المفاوض اللبناني كان يمكن في لحظة في لحظة جرأة للأسف لم تحصل أن لبنان ما يطلب التجديد لليونيفيل لأن أصل انطلاقة المسألة أن لبنان هو الذي يطلب التجديد لقوات الطوارئ لكن لأن الواقع الدولي والإقليمي في عناصر إيجابية مثل موضوع البحر ومثل الآن إمكانية التوافق على البر تبقى التوازنات محكومة بموازين قوى برأيه الحكم والفيصل في كل ما يجري وهذا اللي شفتي ليس أكثر من جعجعة بدون طحين وأنا حزين على بعض الدول التي ظهرت هذه العدوانية تجاه الموقف اللبناني لكنها لن تغير على الأرض من موازين القوى دكتور واسمزي الخبير في الشؤون السياسية ضيفنا هنا في الستوديو شكرا جزيلا شكرا شكرا لقاش مشاهدين وصل إلى ختام ملفاته الثلاثة غدا على طاولته ملفات ثلاثة جديدة إلى حين ذلك الوقت إلى اللقاء اشتركوا في القناة